فاليوم مثل ما شفتم موضوعنا الثرومبوسايتوبينيا طبعا المحاضرة اليوم موجهة صراحة للكل طلاب يعني مرحلة ثانية ثالثة وايضا مرحلة أولى ممكن يستفاد منها ربما يفتهم كل المصطلحات لكن يستفاد منها كمعلومات عامة بشكل عام لو ايضا المحاضرة تكون تشمل للمرحلة الرابعة الخامسة السادسة فهي بها كلينيكل وبيها بايسيك فاذا انت كنت مضبط البيسيك وتحسها يعني خلاص يعني راحت يعني صعد قديمة عليك فتمام فاسرع هولقل الدوريشن يا رامي فالمهم خليني هاي الجملة ان شاء الله كملها وقللك الدوريشن فيعني ان شاء الله نغطي بيها مواضيع بايسيك حتى الكل يستفادون الصراحة يعني ما اقدر افوت رأسينا كلينيكل وشغلات معينة يعني متقدمة دون ما اشرح بايسيك حتى لاظن بقية الطلاب فراح اشرح بايسيك جانب معين حتى نكون فاهم لكل الفكرة واعدين ننتقل لي افكار كلينيكل يعني شوية تكون اقوى طبعا المحاضرة تقريبا راح تكون بين الساعة الآن بديني يا غالي بعدين ما بادي اصلا يعني تمام فالمحاضرة راح تكون بين ساعة وعشرين الى ساعة وثلاثين دقيقة اقصى شي ساعة واربعين دقيقة طبعا لان موضوع طويل لاني ما راح اغطي كل الموضوع راح اكتبه اليوم لانه شي يعني اذا نجي نغطيك كامل الامراض عدة محاضرة لكن اغطي الاساسيات بالموضوع وبعض الامراض المهمة بالموضوع اضافة الى البيسيك بهذا الموضوع فرح يستفادون الكل ان شاء الله فما لا يعني ما نطول اكثر بالحدي خلي نبدأ بالمحاضرة طيب تمام طيب يلا سؤال اخير قبل ما نبدأ الكل دي اسمعني بشكل جيد واضح عند الكل الصوت حتى هاي اخر مرة حتى ابدأ بالشرح دون ما افكر بعد بالصوت تمام طيب اللي ما عنده صوت يقدر يعني شوف انه عنده مشكلة بالصوت او هو ما مختار خيال الصوت على كلين فالمهم فنبدأ بقلة الصفائح الدموية او الثروموس قبل ما ما حشرح مرض او شنو قلة الصفائح الدموية وشنو النسب وغيرها قلنا راح ندخل شوية بايسيك حتى نكون فاهمين الموضوع بشكل عام خل نختار قلم طيب اول ما نجي نتكلم طبعا احنا نعرف انه مصدر الصفائح الدموية من البون مارو من نخاع العضب تمام من البون مارو خل المتخاص هذه الهيموسايتوبلاست هذه الهيموسايتوبلاست هذه الهيموسايتوبلاست وظيفتها انه تنطيق مكونات الدم طبعا تنقسم الى مايلو بلاست ولمفو بلاست وايضا ايضا ايضا تفرعات ثانية المونو بلاست وغيرها 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 وتنطيق فرع من هذا الافرع المهمة بالنسبة ان اليوم لاني ما راح تكلم على كل الهيمتولوجي او راح تكلم على كل تفاصيل الدم ناخد جانب قلة الصفاحة الدموية بس حتى مو زيادتها بغض قلة الصفاحة الدموية راح ناخدها اليوم وشون تصير تأثيرها نحن نعرف الهيمو سايتو بلاست راح تنطيق بالاخير راح نوصل الى طبعا كلمة بلاست يعني خلايا غير ناضجة جنينية تنضج بالتدريج وتتحول الى خلايا ماشور ناضجة اكثر فلما اقول لك سايت اقصد خلايا ناضجة بلاست خلايا غير ناضجة وهذه ايضا تفيدك في اشياء ثانية هذي المعقوبة خليها ببالك فراح تجينا تتحول الهيمو سايتو بلاست الى عدة خلايا احنا تهمنا خلية وحدة خلية كبيرة جدا هذي الخلية اسمها ميغا ميغا اسمها ايش ميغا وهذي مهمة بالنسبة انه اسمها ميغا كاريو بلاست هذي الميغا كاريو بلاست راح تتحول الى خلية انضج هذي الخلية الناضجة الثانية اسمها ايش يعني من نقول ناضجة يعني راح نحول البلاست الى سايت راح تتحول الى خلية انضج اسمها ميغا سايت ميغا كاريو سايت هذي الميغا كاريو سايت الان هذي الميغا كاريو سايت راح تتقطع اجزاء من الممبرين والسايتو بلاست الخاص بيها والتنطيكية هذه الأجزاء المتقطعة هي ما نسميها بالصفائح الدموية أو البليتلت بليتلت الصفائح الدموية بليتلت فهذا الخط من البون مارو حتى تنتج لنا بليتلت فأول معلومة أنت لما تفكر بنقص الصفائح الدموية فأحد أسبابها اللي راح نتكلم عليه هو أصلاً من مشاكلها مشاكل البون مارو ونخاع العظم اللي بالتالي واضح الفكرة ورح يصر عندها قلب بالميجا كاريو بلاست الميجا كاريو سايت راح تقل وبالتالي البليتلت راح تقل كناتج أرضي أو بالنهاية راح يصر هذا الخلل فهذا بالنسبة لخط إنتاجها من البون مارو نتذكر ستم سيلز تنطينا ميجا كاريو بلاست وميجا كاريو سايت وبالأخير بليتلت طبعاً هنا الأسباب راح تختلف بيها الحالة اللي راح تصير مرات راح يصير عندنا زيادة بالميجا كاريو بلاست ونقص بالبليتلت هذا لما يصير أنت عندك مشكلة بالجسم وتتصرف بليتلت أكثر مرات العكس يصير عندك قلة أو يعني الحالة يصير مع بعض قلة بالبليتلت بالصفاء أحدموية وقلة بالميجا كاريو بلاست والسايت فهذا معناها أن البون مارو نفسه هو بيه خلل فهذه أيضاً تلقيق دلالة مهمة ونقرر من خلالها فهذا بشكل بسيط الفكرة بالبون مارو وشوف THOM IT فتاتذكروا إذا قطلك الرأس 3 تأتي من الميجا كاريو سايت وميجا كاريو سايت وس הא�ب تأتي من الميجا كاريو بلاست وساي ميت تدعى من الميجا كاريو بلاست فترصارة واضحة للكل هذه الفكرة فراح أن أمسح الأول في المقدمة اشتركوا في القناة 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 كاليسيوم ATP بلاتلت لا محتاج بلاتلت بلس عوامل تخثر حتى يصبح خثرة صليبة متماسكة فهذولا الهم موظيفة في تنشيط عوامل تخثر وايضا يجيب لك بلاتلت ثانية مثل ATP وايضا هي ساعد بعملات الاجراجات بشكل مباشر شلون انو هذا ال ATP ايضا جزء من عنده راح يجي ويلتسق في ريسبتر هذا الريسبتر اسمه P لا اصبروا عليها انتم مستعجلين على 2B3A هذا الريسبتر اليوم راح تعضر الريسبترات الان تشبعون خلص يعني راح اليوم كل الريسبترات بطلعوا من المحاضرة طبعا هذي ليش دا اركز عليه انا ما احب طبعا اركز على شغلات الطلاب ما يستفادوا من عندها الصراحة يعني اكو شغلات دقيقة جدا ما تحتاجه ماكو داعي لها لكن اكو اشياء مرتبطة بالفارموكولوجي لذلك صراحة نذكرها رغم انا ما راح استفاد كلش من عندها بهذه المحاضرة بس بالفارموكولوجي راح تفيدك فكلت خلص خلي نغطيها كون حتى اذا ما شرحت لك فارموكولوجي لما راح تقرأ راح تفهم الكلام اللي دا اقوله على كل فهذا الريسبتر اسمه P2Y11 هو لحد يقول لي ليش اسمه P2Y11 تمام فالمهم فهذا الـ ADP لما راح يجي يرتبط بهذا الريسبتر P2Y12 هذا الريسبتر راح يسوي لك الريسبتر يسوي يخرج لك ريسبترات اللي مساعدتك على الـ الريسبتر خلي نشوف لنا لون من هذا الريسبتر يلا خلي ناخد هذا الازرد اللي هو الريسبتر تمام هذي الريسبترات راح يزيدها على سطح البلايتلت اللي هو هذا الريسبتر اللي انتو طبعاً تعرفوه اللي اسمه هذا جي بي قلنا غلايكو بروتين طبعاً ما يصير نفسه هو اخو ما نفسه فأكيد إذا هذا كان واحد هذا راح يكون اثنين فجي بي تو بي على ثري أي آه واحد صار اثنين والا اثنين اكو ثلاثة وقبل البي اكو أي تمام فالآن صارت عندنا الريسبترات بهذا الشكل اللي ساعدك على الادهيجين رسبتر جي بي ون بي هسه هذا الريسبتر الثاني اللي طلع عنا اللي اسمه جي بي تو بي اللي الاي دي بي ساعد على اخراجه وظهوره راح تجي بلايتلت ثاني عندها نفس الريسبتر هذا طيب هذي بلايتلت ثانيه خلي نشوفوا شون هنقدر هنا ايضا نحاول شوية هنا اخذ لنا مكان لأن الشغلة بلايتلت ثانيه هاي البلايتلت الثانيه هاي البلايتلت الثانيه هاي بن كذهب مادة الفايبرنوجين اللتي انتبهو التي تتحول الى فايبرين بعدين فى ال Tag 처대 ام هنانا احنا نستخدم المادة الخام المادة الاولية ما نستخدم الفايبرين لا لانستخدم المادة الاولية الموجودة النم الفايبرنوجين انتبهو لا تخربطون هاذي لتسبب لك الاكسار وراح نرسم هنانا هذي المادة تمام اللي هي الفايبر خلياني خلي لون اسود حتى تكون واضحة الفايبر تمام الفايبر نوجين هذي العملية الان شي اسمها طب صحي يعني عبدالززان لكن ماذا تكلم عن التجمع او التراكم بتشات عندك سؤال اكتبه بتشات حتى اشوفه لان صراحة ما اقدر يعني اروح على الطلاب واحد واحد وشوش كتبه فالان اذا تقدر اكتبه بتشات اذا عندك سؤال ماكو اي مشكلة طيب طيب نجي نكمل الفكرة فهذي نسميها بليتلت اي تراكم الصفيحات الدموية اي تراكم اي تراكم بعض الادوية تشتغل على الادهيجن بعض الادوية تشتغل على الادهيجن بعض الادوية توقف هذا الرسبتر اللي موجود يمنع وصول الـ ADP وبالتالي هذه الامور تقل فهذي الفكرة بالمورو طيب هسا ليه هنا انا انتو الان فاهمين الموضوع تصور صار واضحتكم سؤالي لكم هسا هاي الخطرة اللي رسمتها الكتلة هذي ثرومبوس هذي صارت هل هذي ستيبل ولا انستيبل يلا جاوبون هذي الان هاي هسا دوسمت ها يلا البقية تجاوبون صح بس هل تشوف البقية هذي ستيبل ولا انستيبل طيب عفيا يا باسل عفيا يا باسل عفيا عليكم عفيا عليكم يا محمد عبدالقادر عفيا عليكم هذي انستيبل هذي انستيبل عفيا عليكم هذي انستيبل مية بالمية اها شو وقت تصير ستيبل لما يجي منه يجي الفايبرين عفيا عليكم فست مدخر بطولي هذي الفايبرنوجين ساعة فيعمة الاجرغيشن هذا ليس فايبرين اها هنان يدخل دور عوامل التخثر الكواجوليشن فاكترز الكواجوليشن فاكترز او الكاسكيد كواجوليشن هذي نكتب هنانا كواجوليشن كاسكيد هذي الكواجوليشن هي اللي راح تنطيك فايبرين وترى هو هدف عوامل التخثر انتاج الفايبرين وهذا الفايبرين الان راح يجي لهذه الان اللي هي انستيبل تمام انستيبل يحولها الى ستيبل بلوك تمام يحولها الى ستيبل بلوك فيحولها من غير مستقرة الى مستقرة من خلال انه يكون شبكة اضافية عليها هذه الشبكة راح تخليها تلتصق اكثر الصفيحات الدموية مع بعض ويسويها ثابتة بدون راح تصير سهلة التفكك وممكن تتكسر لكن مع الفايبرين تصير ستيبل اكثر وما تتكسر فهذا بالنسبة للفيسيولوجي اللي نحتاجه نبدأ طبعا بداية الامر تجي من خلال انجري تمام ورا الانجري ورا ما يصير عندك جرح للشرايين يصير عندك اكسبوجر اللي هي عملية خروج الفان والابريد فاكتر والتساقها والاندوثيرين طبعا والتساقها على الكولوجين كما وضحت يعني بالصورة وبعدين نصير عملية الادهيجين من خلال رسبتر GP1B وبعدين تصير عملية من خلال طبعا الادهيجين والكاليسيوم تتفعل الرسبتر الثاني اللي يساعدك على الاغريغيجين وبالتالي بعدين بالأخير يجي الفايبرين من الكوايجوليشن كاسكيد اللي راح ينشط الكاليسيوم خاصة خاصة الخرج من البلايتليت تمام وبالتالي صار عندك كترة ثابتة شنو سؤالك ايش اللي يغيرها من انستابل الى ستيبل اللي يغيرها من انستابل الى ستيبل بالنهاية تضطيق فايبرين اللي هو هذا العامل اللي يساعدك على تقوية الخضر وبس فهذا من نسبة لهذا المخطط اتمنى لكل فاهمي تمام واضح احد عنده سؤال على المخطط لو صارت واضحة طيب خلي شوية اسألكم حتى شوفكم ضبطتوها وهضمتوها ويعني اكلتوا الموضوع طيب لو سألتكم الان رسبتر ومادة تساعدك شنو يلا سيكون جوابكم طيب وبعد صح 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 بعد بعد وشي ثاني بعد بقى الفايبر نوجين تمام الفايبر نوجين عفيا عليكم صح طيب الفان والبرينت فاكتر مع اي رسبتر يرتبط حتى صرع الادهيجن الالتصاق جي بي وان بي عفيا عليكم فهذه الفكرة بالموضوع يعني ما بها شي صعبة طيب الى ردنا نحول انستايبل بلوغ الى استايبل بلوغ يا مادة لازم تصير موجودة حتى تتحول عفيا عليكم فايبر تمام مية بالمية واضح فهذا بالنسبة الى هذا الموضوع طيب هس خلصنا جانب فيسيولوجي هس شوية ندخل الى جانب كلينيكال اكثر تمام ندخل الى جانب كلينيكال اكثر خلي نكتبها ايضا خلي نكتبها ايضا مو مشكلة حتى نغطي الموضوع اكثر اللي هذي ناخذها شوية على جانب ونكتب هنا طيب يلا السؤال خلي شوف منو يعرف يجاوبه اش قد عمر الصفيحات الدموية بالدم منو يعرف يا باسل وين رح ذي شير ايد بلوت سيلز وين وين ايد بلوت سيلز يا شباب وين ضايحين انتو على الريد بلوت سيلز وين مية وعشر الصفاحة الدموية صح حسا تمام صح 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 يا عمر ويا اميرة صح طبعا صح 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 يعني تساعدك على تكوّن الخُثرة هذا تكلم على عوامل خارجية مو هاسة هذي اللي ذكرت هنا إيفان وليبرنت وغيرها لا لا عوامل إضافية عندك أنت كل ما يقلّ البلاد فلو كل ما العوامل تصير أحسن أو كل ما هذه ثرومبوس تصير أحسن فعندك أنت أول يعني مادة اللي هي ثرومبوكسان A2 الثرومبوكسان A2 وهذه المادة اللي موجودة بالبلايتليد طبعاً هذه المادة هي وظيفتها تساعد على الأكسبريشن لهذا الرسيبتر GP12B وتساعد على الأجريكيشن إضافة إلى ذلك غير هذا الشي اللي تسوي أنه هذا ثرومبوكسان A2 يقلّل البلاد فلو يسوي بازو كونستركشن يقلل البلاد فلو وإنت لازم تعرف قاعدة دائماً إذا أنت تريد الخثرة الدوم أطول فلازم تقلل جريان الدم كلما صار جريان الدم أقوى كلما الخثرة تكسرت أسرع فأي شيء يقلل لك البلاد فلو عملياً هو يساعدك على تكون خثرة أفضل وأيضاً هو يزيد بلايتلت أجريكيشن ما راح أكتب كامل الجملة بلايتلت أجريكيشن ثرومبوكسان A2 إضافة طبعاً إلى الاندوثيلين تمام؟ اندوثيلين قلنا عليه أنه يسوي لك هالشان طيب عندك أنتي فاكتر أو أنتي مضادة اللي تشتغل عكس البرو فاكتر المساعدة طبعاً البروستاقلاندين تمام؟ بروستاقلاندين I2 ليش؟ لأن البروستاقلاندين I2 والنتروكوكسايد هذول المادتين يزيدو لك توسع الأوعية ويزيدو لك البلاد flow وبالتالي كلما جريان الدم صار أسرع كلما راح يصير يصير عندك أسهل أن يصير وشع يعني تنغسل تندفع هذه الخطرة اللي صارت وأيضاً يقلل لك البلايتلت aggregation بلخص النتروكوكسايد إلى وظيفة في تقليل النتروكوكسايد ولذلك النتروكوكسايد مهم في الجلطات وأنه يمنع الجلطات بشكل طبيعي داخل الأوعية الدموية فهذه أيضاً مواحظات إضافية هذه طبعاً أسبرين هذه مادة مواد بالجسم ما تكلمت على أدوية أكيد 100% فأني مراحة أتكلم على أدوية اليوم تمام فهذه بالنسبة إلى هذا المخطط خلي نمسح ونكمل موضوعنا ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر